أمام مداخل العمارات وفوق أرصفة المرة وعلى امتداد البصر تنتشر هذه الطاولات الفوضوية للباعة الغير الشرعيين جولتنا كانت لبس جراح بالعاصمة فالصور كانت كما تشاهدون غياب الأسواق البديلة وفضاءات أخرى دفع بالباعة إلى العودة للبيع وسط الطرقات على حسب قولهم بازار ويتبنى بازار فوقها وكين حوانة منها مغلوقين تعد دولة تاني كنتيك ما تعطيناه مناش وعليش وعليش بناوها وعليش رميوسوها احنا يعرفنا الرزق في المرشي مليك الناس صغر هكي فاهم اختيته احنا دوك عرفنا الرزق في المرشي مباك يجيب للا بوليس هكذا يقول لك ارفد وروح مباك يتقول له احنا وين بيها وش يقول لك يقول لك ربي سهل لك راح ديروا الناحل السكان تبينت آراؤهم فمنهم من رأى الامر تعد على حقوقه ومنهم من اعتبر هذه الاسواق ملجأا له في ظل التهاب الاسعار والناس هذو اللي بيعوا الخضرة ويخلوز بالانتح همه ناس ويبعد اقر يبيع اللي يعاونه يصور الخبز اللي يعاونه بصحير فضل الخماش تاعه خلي واحد يصلي في عقله ما خلي واحد يسمع القرآن في عقله تيريفيزيو انا هكذا قدامي لاسك فيها ما تخطيش تهضري على بالك خليته ربي وكرت عليه ربي عودة هذه الاسواق وبقوة في هكذا مناسبات يبين للمرة الالف عجز الحكومة عن احتواء الوضع وفشل مساعيها في كل مرة بداية بالاسواق الجوارية الى الاسواق الباريسية